ايه كده يعني إكسابشن إكسابشن تمنى زملائي رؤسائي مدرين الأعزاء يدوا لي الإكسابشن ده عشان نعرف نعب بالراحة كده يعني وهي مش بالراحة قوي برضه مع ضفنا العزيز دكتور سمين صبري مقار لجنة الاستثمار بالحوار الوطني منورنا الأول بنورك بنورك أساس يوسي كله تمام مش عارف أشكرك إزاي على إنك نورتنا النهار ده لأننا عارف إنه إيه حدك مش من هوات قوي إن أروح البرامة أنا راجل عندي شغلي وعندي السياسة فأنا إيه اللي عندنا بنقوله بس حضرتك من الناس في إعلام قرب بيها ما نقدرش يعني يا ربي خليك دكتور سمين الانتخابات شغالة وده استحقق دستوري عشرين اربعة وعشرين هيبقى في عندنا رئيس للجمهورية جديد الاسم أنا تتكلم لك يا جماعة أكيد هيبقى رئيس عبدالفتاح السياسي دي أنا واحد أتمنى يعني تمام فيه انتخابات مش سلطتي ولا رأيي إن أنا أقولي يا ترى مين اللي جاي وأكيد فلان هيجي وفلان مش هيجي ما عرفش بس اللي أنا أقدر أفهمه إن أنا فيه عندي مسار اقتصادي أنا مشيته خلال العشر سنين اللي فاتوا من أربعة عشر لحد نهاية الشهر الحالي وإعلان النتيجة الانتخابات بتاعت الانتخابات الرئاسية إن شاء الله في بداية عشرين أربعة وعشرين وعندي تحديات اقتصادية أنا همر بيها كدولة وبالتالي قيادة مصر السياسية ممثلة في رئيس جمهوريتها أمامه تحديات وأمامه فرص طبعا فهمني بقى هو حضرتك بدأت الكلام بكلمة مهمة جدا وهي إن احنا عندنا استحقاق مهم جدا هو استحقاق دستوري وحق قانوني لكل مواطن مصر إن أنا أقول صوتي إن أنا بشارك في اختيار من يحكم هذه الدولة فده نتفق أو نختلف هو أهم انتخابات بتجرى على الأرض المصرية هي انتخابات الرئاسة المصرية أعلى سلطة في هذه الدولة فده بيخلينا كلنا كمصريين نستغل هذا الحق نشارك وننزل ونقول رأينا ونقول صوتنا مع أي حد من المرشحين فده بيخلينا دايما بنرسخ ثقافة الاختيار إن أنا باختار البرنامج وباختار الشخص وباختار الطريق اللي هكمل فيه طيب ده له مردود إيه على الاقتصاد مردود كبير جدا أولا إحنا الدولة من 2014 مصارها الاقتصادي اختلف تماما عن ما قبل عن ما قبل أعني بها مرحلتين لأن إحنا عندنا في التاريخ الحديث المصري فيه مرحلتين في الاقتصاد المرحلة من 2000 ل2011 دي مرحلة تغير أصلا في شكل الاقتصاد حكومة كانت بتشتغل بفكر رأس مالي فكر سوق حر وكانت بتاخد خطوات في ده بمعارضة وبمعوقات كثيرة جدا ويمكن الناس بس بتنسى لو رجعنا للحقبة دي في تاريخ مصر هتلاقي كل الكلام كان عن الغلاء والتضخم والمواطن والدعم وهلا هنلغي الدعم ولا لا من 2000 ل2011 كان السيناريو ده قائم في مصر صحيح جات 2011 قضت على كل شيء كانت الأحداث ضخمة جدا الدولة ما قدرتش تتحملها كبنية تحتية كمنشآت اقتصادية كاستثمر أجنبي موجود في البلد لأن ما كانتش على قد مصر ده كانت منطقة كاملة فيها سورات بتموك بالأحداث فالمستثمر الأجنبي ببساطة بينسحب بسهولة ويخرج إلا من رحمة ربي اللي عنده مصانع وده دايما نقول لذلك الصانع له أولوية كبيرة ده موجود مصنعه موجود هيدا النوع مرنا بمرحلة صعبة جدا في التاريخ اللي حصل فيها الاضطرابات الأمنية والإرهاب وغيره دي كانت برضه من المراحل اللي بتعصف تقريبا بالاقتصاد المصري استثمرات مفيش المستثمرين والصنع سواء كان محلي أو أجنبي كان عنده مشكلة كبيرة جدا في كل شيء أسعر صرف ماشي تدبير عملة موجود أزمة في الأمن كبيرة جدا المواني المصرية وطاقتها الاستعبية كانت ضعيفة جدا في الفترة دي وجينا في نقطة جديدة في التاريخ المصري وهي 2014 وتولي سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ مرحلة جديدة جدا وهي اقتصاد حر بكل ما تعنيه الكلمة مع ضمان اجتماعي للطبقات الأقل دخلة ومشينا في المصار ده والمصار ده بيحتاج موضوع مش بسيط في الاقتصاد ان انت تشتغل بالاقتصاد السوق الحر وبان انت يبقى عندك تحرير لكل الأسعار ان انت ما عندكش مشكلة الدعم اللي بتقرق دائما الدول بس برضو في قيادة سياسية عينها على المواطن البسيط عينها على محدود الدخل فده انه يشتغل في محورين متوازين عنشط الاقتصاد وكبر كحكة الاقتصاد بلغة بسيطة فقدرنا نضاعف اقتصاد مصر من مية واربعين مليار دولار ده جمال الناتج القومي في مصر وصلنا الربعمائة مليار دولار ده ما بيحصلش من اربعتاشر لعشرين اتنين وعشرين كنا مية مليار دولار وصلنا لربعمائة مليار دولار اربع اضعاف اربع اضعاف انك تكبر كحكة الاقتصاد ده موضوع ضخم جدا انه يحصل في عشر سنوات ويمكن الناس ما بتبصش على ارقام وتشوف ده ده حصل ازاي ده معناه ايه بالمناسبة في الاربع سنوات دول ازي في الاربع سنوات دول انا تعدادي ما زادش اربع اضعاف نوع جزء من الحجم الاقتصادي بتاعي هيبقى التعداد زاد وبالتالي انا زدت الربع وفي الايد العملة بطبيعة الحال ممكن اكون برضو زدت الـ 25% لكن لما زودت الاقتصاد بتاعي انا زودت الايد العملة اكتر عشان اقدر خلق فرص ولذلك في نقص شديد في معدلات البطالة في مصر ان انا وصلت الارقام غير مسبوقة عندي فرص العمل على فكرة موجودة والشاب اللي بيسمعنا النهاردة ممكن يقولك طب انا مخلص وقاعد ما بيشتغلش الكلام ده مش مسبوط لا الفرص موجودة هي محتاجة بعد السعي لان الشغل بقى فين انا الوادي والدلتة خلاص عندي المناطق الجديدة اللي حصلت مصر فيها زيادة في الرقعة اصلا ضعف مساحتها في العشر سنين انا كنت 7% تقريبا من مساحت مصر بقيت تقريبا 13% النهاردة معمور فيه شغل عندي منطقة شرق العيوانات وتشكة مشروع تشكة اللي كان شبه وقف تماما انتهى وانتهى رجع ورجع احسن من الاول بفكر متحضر اكتر وفكر اقتصادي اجبار صحيح عندي منطقة المينيا بغرب المينيا كل ده في الاصطلاح الزراعي ما كانش متوقع مستقبل مصر الريف المصري على اليد الاخرى سينة واللي حصل فيها من تنمية ففي الاقتصاد احنا كبرنا ده خلقنا فرص عمل قبلتنا بقى تحديات كبيرة جدا حالك بتشتغل دائما في الاقتصاد النهاردة وهي تحديات العولمة ان انت في عالم يحصل حاجة في الصين يحصل مشكلة في اسواق الامريكية تسمع معاك في نفس الوقت ده ما كانش برضو زمان بالسرعة دي فإيه اللي حصل جلنا جائحة قال جائحة وقفت كل العالم وقفت كل المشروعات اللي في العالم احنا من الدول القليلة اللي اتكلم عنها البنك الدولي وسندوق النقد اللي لم تتخذ اجراء وقف المشروعات بالشكل الكامل وبنشكر ربنا والقيادة اللي خدت القرار ده لان ده كان ممكن يأثر اثار سلبية كبيرة جدا على مصر انا عندي خمسة مليون بني ادم بيشتغل في المشروعات السبيرة بالزبط عندي خمسة مليون بني ادم شغالين والخمسة بني ادم وراهم أسر ووراهم مصانع بتديهم خام يعني دول بيشتغلوا بشكل مباشر لو وقفوا اللي بينقلهم الخامات واللي بيبدأ في سلسلة الامداد بقى سلسلة الامداد كلها توقف ده ما حصلش الحمد لله خرجنا من دي وكنا عندنا القوة والقدرة ان احنا نكمل بدون ما يشعر المواطن البسيط بما حدث من ازمات اقتصادية جات الازمة الاجبر وهي الحرب الروسية الاوكرانية كان مرضودها علينا في مصر قوي جدا لسبب واحد ومهم ان دول اكبر دولتين بينتجوا القمح في العالم واحنا بنستورد منهم واحنا من اكبر دولة رقم واحد في العالم استرادا للقمح والحمد لله برضو كان فكرة كده السياسية السابق في انشاء مشروع صامع صح وإلا كنت هتبقى عندك مشكلة كبيرة جدا قدرت تعمل زيادة في الرقعة الزراعية يزيد انتاجها هيبقى في عندي فرصة اخلق مخزون استراتيجي من الامح فكنت هتبقى مرتبط دائما بسلاسل الامداد لو وقفت يقف رغيف العيش كورونا في اوكرانيا بخ شكرا كان هتحصل ازمة كبيرة انا بنقعد نبص الله يا استاذ يوسف تحط في قاعدة في الاقتصاد يعني لو حصل ده اف زين ايه الناتج لو قلت ما كانش فيه تغزين اتعامل في 2015 2016 صوامع وكان مشروع كبير كل الناس كانت بتتكلم عنه مشروع صوامع الغلال في دميات وفي فنسويف وفي جنوب اسيوت وهكذا ده لو مش موجود كان المغزون الاستراتيجي عندك من سلعة زي الامح في وقت ما بدأت الحرب ووقفت سلاسل الامداد كنت ممكن يبقى عندك ازمة في الدي وازمة في الرغيف المدعوم للمواطن البسيط ده ما حدش حس بيه ويمكن ما حدش تكلم عنه برضو زيادة الزراع في الامح كان كل الناس دايما تتكلم ليه مصر ما تنتجش الامح ونكتفي ذاتيا طب ليه فعلا ليه ليه ما كناش في عهد الرئيس مبارك وغيره لسبب واحد توصيات صندوق النقد الدولي لمصر وموجودة وازلت على الانترنت تقارير من 2006 و2005 وما قبله يا جماعة ما تزرعوش امح الامح في هذه الدول ارخص بكتير جدا ما انت تزرعو وتنتجو استغل الرقعة الزراعية المحدودة وكمية المياه اللي عندك في زراعات اخرى فانتشرت زراعة الموالح الفاكهة علشان نصدرها للدول اللي محتاجاها نجيب بعملة صعبة ونستورد الامح ارخص ما نزرعو فكانت هي معادلة دولية في ظل نظام العولمة البنك الدولي بيدي توصياته للدول حضرتك ازرع ده وما تزرعش ده طب معلش انا في الحتة دي هسأل طب وانا دماغي فين مش هحكم على حد في مرحلته يعني دماغي فين ده وقته ممكن نتكلم زعب بفتاح الاسر تنزل المرة دي يعني خلينا نعديها حاضر الناس خلاص مش موجودة خلاص رحمة الله عالجميع بس النهاردة ما بقناش بقى نسمع ده يتقلنا توصيات ناخدها نفكر فيها ادرس بقى وادرسها يتقل بقى ازرع ايه وما ازرعش ايه انا صاحب قراري ويمكن ده برضو الجديد ان مصر من 2014 قرارها مستقل تماما كل ما نسمعتها في مداخلة مع احد الخبراء في الانتخابات وفي العمل السياسي بيقول ان مصر اصبحت دولة مستقرة في قرارها مستقلة في قرارها ولا تتبع الشرق او الغرب ده حقيقي وده بقى سباب النهاردة يجي لي صندوق النقد يقول لي انت محتاج تعمل مرونة في سعر الصرف محتاج تعاوم بنتكلم اقتصادي هو يقول توصياته بس فيه قرار سياسي قراري تاعي قراري انا انا شايف ده مرضوده ايه عالمواطن بتاعي مرضوده ايه عالمواطن البسيط فالريس لما قال لما كنا ببرج العرب وقال لو التعويم يضر بمصلحة المواطن اللي يزعل يزعل هو ده اللي انا اقصد هنا قراري انا لانه ممكن يكون صندوق النقد بيقول توصيات علميا صح اقتصاديا صح ولكن مش معاي انا في ظروفي انا في المواطن المصري اللي الرئيس حاسس بيه قوي لا مش ده وقته يبقى نهاردة خرجنا من ده اصبح العالم بيبص المصري الايه يا استاذ يوسف دولة ناشئة اقتصاد ناشئ شكله كده قرب ينطلق بدون مبلغة كبر الزراعة كبر الصناعة مناقبة صناعية انت رجل دكتور في هذا العلم اللي بتقوله ده احداك دكتور فيه قولي الجملة دي تاني وفاهمني ليه انا قرب تنطلق طبعا هقولها تاني وبأكد عليها ولازم الناس تكون بتصدق مش بنقول كلام وخلاص مصر دولة من الاقتصادات الناشئة في العالم كل المستثمرين وكل الهيئات الاقتصادية لما اقراضت مصر والناس بتلوم على الاقتراض والارقام وبنسمحها من بعض الاصوات ده ما فيش دولة في العالم حصل فيها نهضة وتنمية ونقلة كبيرة جدا ما اعتمدتش على التمويل الخارجي هي امريكا مش مقتردة يعني امريكا اعلى دولة مقتردة في العالم اليابان اعلى من اعلى دول وفرنسا وفرنسا وإيطاليا وانجلترا بالزبط هو الفكرة في ايه انك انت حضرتك لما حد بيقرضك لو استاذ يوسف وانا رحنا للبنك نطلب قرد لو البنك رفض يديلي ودى الاساس يوسف معناه انه عنده جدار اقتمانية انه هو متطمن ان حضرتك هتسدد هتسدد حصل ده والحمد لله ومصر مزالت رغم بقى الظروف اللي عدناها دي كلها ملتزمة بالسادات وارقام كبيرة مش قليلا ضخمة طبعا اللي حصل ان انت اصبحت فعلا على مشارف منطقة لوجستية من اكبر منطقة لوجستية في العالم سبعة وثمان مواني من اكبر المواني في البحر الاحمر والبحر المتوسط دي كانت محتاجة سنوات كبيرة جدا مش عشر سنين طيب تعمل منطقة اقتصادية في قناة السويس تخلي كل انظار العالم تتجه وتبص علينا كل العالم يشوف المنطقة الاقتصادية في قناة السويس حلم من السبعينات اشار اليه الرئيس السادات في احد خطابات دارها وما تمش لما يجي النهار ده دي تحصل وتلاقي الدول بتتسارع وتسابق نتيجة استثمر وعايزة تعمل مدن صناعية ضخمة اكاد ما بحبش اميل للوزاة المؤامرة ولكن في حاجة في الناس حست ان المارد ده الكيان الكبير اللي بيجبر والحلم اللي عند الرئيس وهو وضح طب هقول لها حاجة حاجة الرئيس في كتير من اللقاءته كان يقول احنا عندنا حاجات كتير بنعملها بس مش عايزين نقولها دلوقتي صح صح كلمة دي لها معنى كبير جدا لان فعلا البنية التحتية والناس بتبسط فيها قوي وتقول طرق وكباري مش طرق وكباري انت عملت دولة قادرة تستقبل صناعات صناعات عسكرية زي ما شفنا ايديكس ايديكس احنا بقينا نستعرض امام العالم صناعاتنا الدفاعية عندنا صناعة في مجال ما كناش نفكر ندخله صح واللي بيتفرج واللي بيشوفه تسعة واربعين دولة جيوشهم موجودة سواء وزراء دفاع او رؤاس اركان مش اي حد مش هنجيبه قدامنا احنا ونقول ده قاذفة او راجمة ده متخصصين هيا بلس شغلتها شغلتها اذا حصلت الاحداث الاخيرة بقى في ما يحدث على حدودنا وكل قلبنا مع شعبنا في غزة وفلسطين كانت ايضا اضافة جديدة فاللي عايز اقول له حضرتك ان شاء الله نختار رئيس نشارك دعوة كلنا ننزل نشارك ويكون القادم افضل بكتير ان شاء الله ده بعد اللي احنا شفناه في ايدكس ده معناها ان احنا عالطريق الصح وبالتالي بالتأكيد لازم نشارك بإذن الله ونكمل ان شاء الله انا عايز اشكرك بقى مش بس اشارك انا عايز اشكرك جدا 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 يا دكتور نورتني وشرفتني بجد واشكرك جدا على انك موجود معنا النهاردة وانا عارف انك زي ما بقول دايما لا بتحب تظهر كتير وبتنام بدري فانا اشكرك جدا يا دكتور سمير صبري مقرنجة الاستثمار بالحوار الوطني